اشتركوا في القناة احد النقاد النجفيين عن الأدب النجفي المعاصر لماذا لم تدرس أو لم تكتب بحثا عن الأدب النجفي المعاصر فأجابوا هل يوجد أدباء أو أدب في النجف حتى يدرس أثارني هذا الجواب والحق أن الأدباء في المدن الأخرى يبرزون فرادا أما بالنجف فيبرز المبدعون جمعا وبالجملة لأسباب كثيرة منها الجمهور المتلقي الناقد الذي لا يرحم جمهور النجف جمهور لا يرحم وهذا ما يحصل في الندوات والمجالس وهذا الجمهور المثقف المحمل بالعلم والتحليل هو الذي يخلق جيلا إبداعيا رصينا فالبيئة الصالحة المثقفة هي التي تنمي الإبداع وتكشفه وتقومه وثم شواهد كثيرة على خشية معظم الأدباء من هذا الجمهور وأنا التقيذ في مؤتمر الموصل بأحد الشواعر المشهورات من العراق قالت أنا لا أخشى إلا من جمهور النجف قلت لها لماذا؟ قالت لأنه جمهور واعي نخشى منه كثيرا حتى سئل الشيخ الوالد رحمه الله وهو من النجف أين تخشى أن تقرأ أو أن تلقي محاضراتك؟ قال في النجف الأشرف إذن للنجف جمهور واعي وجمهور كبير هو الذي يرصن ويقوم الأديب وإذا كان المبدعون والمفكرون بحسب رأي فلاطون هم أفراد دخل معدن الذهب في أجسامهم ودخل معدن الفضة في بناء أجسام الأقل منهم موهبة وإبداعا وتفكيرا ودخل معدن الحديد في بناء أجسام الجنود والعمال والفلاحين فإن الحركة العلمية في النجف والأدبية من جمعيات ومكتبات عامة وخاصة ومجالس حسينية وثقافية لها الدور الكبير في سقل المواهب الأدبية يقول علي جواد الطاهر النجف مدينة العلم المنقطع النجف مدينة العلم الدينية المنقطع النظير ثم الأدب والشعر فهي فيهما نادرة من النوادر وعجوبة من العاجيب فهي عكاظ وبوتقة تصهر الأفراد والمحبين للأدب فهي مدينة متنوعة العلوم واسعة الآفاق محتشدة بالرواد الفكر والأدب لذا في النجف كانت ولا زالت تتجذر وتلد ومن يرى غير ذلك فقد جانب الحقيقة ولا يخفى ما حصل عليه الأدباء الشباب من جوائز عربية وعراقية كثيرة ومشرفة ونحتفل اليوم بواحد من هؤلاء الفرسان أمير ناظم ناصر الحريزي التولد النجف الأشرف قضاء المناظرة 1990 التحصيل العلمي بكالوريوس لغة عربية في جامعة القادسية كلية التربية المهنة مدرس للغة العربية في وزارة التربية أضو الاتحاد العام الأدباء والكتاب العراقيين صدرت له مجموعة قصصية بعنوان ملاحم الذاكرة عن دار السكرية في مصر أمين الشؤون الثقافية بناد السرد في اتحاد الأدباء والكتاب العراقي فرع النجف الأشرف حرر أكثر من ثلاثين مجلة في وحدة التوثيق في إذاع الصوت المجاهدين نشر عدة مقالات نغدية في مجلات وجرائد منها معتمدة مجلة الأديب العراقي جريدة الدستور العراقي نخيل العراقي وغيرها كرم بجائزة الكتاب الشباب التي قدمتها حملة شبابنا العراقية شارك في ندوات وجلسات ثقافية في اتحاد الأدباء والكتاب ورع النجف جمعية اليقظة الأدبية المكتب الأدبية المختصة ملتقى المناظر الثقافي وغيرها لديه مجموعة شعرية تحت الطبع فاز بمسابقة الاتحاد العام للأدباء والكتاب للأدباء الشباب بدورتها الثالثة بالمستوى الأول عن قصة في الحجر فاز بمسابقة مجلة العرب الكويتية للقصة بالمرتبة الثانية بنص عنوانه مصابيح الظلام فاز بمسابقة القصة ضمن الأسبوع لإمام الدولي الذي أقامته العتب العباسية بنص عنوانه غيبة الذات ظهور القائم فاز بمسابقة السكرية للقصة القصيرة في دورتها الثانية بقصة ثورة على نهر بين أكثر من مئة كاتب عربي بين أكثر من مئة كاتب عربي فاز بالجائزة الثانية في مرجان السفير الثقافي الثانية عشر الفين وثلاثة وعشرين بمجال المقالة بنص مقال عنوانه أفول الموضوعية والنقد الأدبي فاز بالمركز الأول في مسابقة الشيخ رفاق الطهطاوي لفن المقال بين مئة وأربوط عشر كاتبا على المستوى الإعلامي عضو في اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقي مراسل لجريدة الدستور العراقي لمدة السنة مذيع ومقدم برامج في إذاعة صوت الجماهير المجاهدين لأكثر من أربع سنين ولحد الآن محرر أخبار في الإذاعة لمدة أربع سنين منشئ محتوى هادف في يوتيوب لأكثر من سنة مدير مدير الإعلام مدير الإعلام بعض المؤسسات الإعلامية التربوية لأكثر من سنة شهدات كثيرة وسيرة حافلة بالإبداع والتعلق نسأل سؤال قبل الورقة النقدية متى بدأت مواكير التجربة عند أمير ناظم يعني المحاولات الأولى متى بدأت بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر التحاد الأدباء والكتاب على هذه الجلسة وأشكر وأيضا نادينا نادي القصة وبالخصوص لسؤال الدكتور مصحب مكة زبيبة كما وأشكر الحضور أساتذة الكرام على تجشيمهم عن الوصول إلى هذا البيت المعرفي جميعا بداية الكتابة كانت ذاتية بالتأكيد كما يبدأ أي كاتب كانت عبارة عن سجلات تملة بأشياء ذاتية قد تتجاوزها بعض الأحيان لنقد المجتمع لا أفهمها في حينها ثم اتضحت شيئا في كتابة الإنشاء لمدرس اللغة العربية حيث كنت أخذ درجة كاملة في أغلب الأحيان ومن ثم وصلت إلى أن أبدأ بكتابة بعض الأبيات الشعرية إلى أن أكملت البكالوريوس إلى أن أكملت دراستي في جامعة القادسية ودرست اللغة العربية من حيث النحو واللغة وطلعت على الأدب بشكل جيد وبدأت بدأت أعرف نفسي أني أجيد كتابة القصة وابتدأت بمجلات محلية كنا ننشؤها أو نؤسسها في الكلية بيننا كطلاب ومن ثم بدأت بالنشر في بعض المجلات الأخرى إلى أن لا أقول اكتملت التجربة هي التجربة التي استمرت على ما يقارب إلى أربع سنوات إلى أن أنتج هذا الكتاب ملاحم الذاكرة الذي أدعي أني قد وصلت إلى كل التقنيات في القصة شكرا أذن نبدأ ورقتنا نبدأ ورقتنا النقدية والدكتور مصعب مكي زبيب فليتفضل مشكورا الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا للتقديم وللأستاذ أمير وللحضور الكريم كتاب درست هذه المجموعة دراسة تحليلية وحاولت أن أصل إلى بعض النتائج والتحليلات فيه وبدأت من عنوان المجموعة ملاحم الذاكرة بحثت عن عنوين القصص فلم أجد أحد القصص بهذا العنوان وعادة القصاصين يكتبون العنوان المجموعة من قصة من القصص ولكن أمير ناظم لم يفعل ذلك لتقنية هو يعرفها ربما عتبت العنوان عتب مهمة فعندما يكتب ملامح أو ملاحم الذاكرة وجدت القصص وكلها قرأتها كلها تتعلق بالذاكرة ذاكرة السمكة الآن لا تحضرني العنوان مثلا على سبيل المثال ذاكرة ذاكرة السمكة محاولة النسيان تذكرت حين غرقت العبارة إلى آخره كلها تتعلق بموضوع الذاكرة فالذاكرة موضوع مهم في هذه المجموعة كأنها جمع العنوان كأنما جمع كل هذه العناوين بملاحم الذاكرة أولا اختصر كل العناوين بهذا العنوان ثم أعطانا صورة مختصرة لما تتضمنه هذه العناوين وهي تخص الذاكرة الذاكرة عند أمير نظم تتحول إلى شيء آخر تتحول إلى مبدأ تتحول إلى أشياء أخرى غير الذاكرة فعتبت العنوان استطاعت أن تختصر كل العناوين تقريبا المجموعة وعطت فكرة عامة لما تتضمنه من قصص هذه التي تتعلق بالذاكرة القصة الأولى التي درستها وأنا أحاول الآن أفتح الحاسبة القصة الأولى هي ثورة على النهر عنوان القصة هي ثورة على النهر طبعا طبعا تتكلم عن صياد هو صياد ذو خبرة ولكنه سيء الحظ لا يصطاد فيلجأ إلى الصمت ويلجأ إلى الهدوء ويلجأ إلى مواجهة الصيادين الآخرين الذين يصطادون وهم أقل منه خبرة ولكنهم يصطادون بوفرة حتى أنه يذهب إلى زوجته وهو خالي الأفاض لا يمتلك سمكا فالزوجة تندب حظها هنا عندما لا تجد شيئا يسرها من طعام طبعا هذه هي مختصر القصة القصة تعتمد على بعض العلامات السميائية البارزة فيها مثلا الهدوء يوصف هذا الصياد بأنه مجنون لأنه لا يهتم بالآخرين اسم بطل الرواية اسمه حليم كأنما يريد أن يقول القاص أن هذا الزمن زمن المصالح كيف تكسب المال يعني يتحول الصياد في رؤية داخلية إلى أنه هو كيف أنه يستغل الموظف يستغل الوظيفة الناس تعرف كيف يستغل وهذا ذو الخبر لا يعرف لأنه يسير على خط مستقيم كأنما يقول نحن في فترة أو في زمن ضاعت فيها القيم لا تتحرز للذي هو شريف يعمل بإخلاص فسوف يصبح هو الهامش أما الآخرون فسيصبحون هم الأصل هذه هي القصة الأولى القصة الأخرى التي درستها طبعا العلامة الأخيرة السيميائية البارزة ونهاية القصة تلجأ إلى بيت المعري خفف الوطء ما أظن أديم الأرضي إلا من هذه الأجساد يعني هذه الحياة فانية ولا تستحق هذا التكالب عليها هذه ما يخص قصة ثورة على النار القصة الثانية عنوانها الأسئلة المتكررة أحد الأشخاص يواجه أصدقائه في المقهى بأسئلة متكررة أسئلة واجههم هم عقولهم مسترخية لا يريدون أن أحد يواجههم بأسئلة الأسئلة مدعاة لتحريك الفكر مدعاة لتحريك الساكن هم لا يريدون هذا يريدون أن يبقون ساكنين في أماكنهم فالمواجهة كانت بين هذا الشخص الذي يطرح الأسئلة المتكررة وبين هؤلاء المسترخية عقولهم ولهذا يذهب في نهاية المطاف ويحاول الانتحار بأن يلقي نفسه على سيارة سائرة حتى يقتل ويموت يعني كأنما القصة تريد أن تقول أن العقول المتحرك يجب أن تتحرك المسترخية يجب أن تتوهج ولا تبقى ساكنة من دون أسئلة لأن الأسئلة مهمة في تحريك الضمائر وتحريك العقول القصة الأخرى عنوانها ميموري يعني الذاكرة هي رجعنا إلى العنوان الرئيسي عنوان القصة طبعا هناك شخص اسمه جبار يعاني من الاضطراب الطراب العقلي بأن يذهب إلى الشوارع ولا سيما البيوت التراثية حتى تتورم قدميه ثم هو يحشق فتاة كانت زميلته في مرحلة الدراسة في الكلية هذه الطالبة كانت يعني ليست من الطالبات الأذكية جدا وإنما كانت يعني يصفها بالغبية وهو يحشقها لأنها كانت جميلة هو يسير حتى تتورم قدميه وهو أيضا يحشق هذه الفتاة كأنما تقول رسالة هذه القصة بأن ليس هناك شيء متكامل ويلجأ إلى طبيب نفسي اسمه إيليا ويحاول أن يعالجه ولم يتمكن من ذلك في نهاية المطاف يسافر إلى فرنسا وتحديدا مدينة ليون فتسقط به الطائرة ويموت يعني رسالة أو فكرة القصة تقول بأنه لابد من عدم التراجع ولا بد من المواجهة الهروف سوف يكون معادلا للموت ولهذا كان مصير بطل القصة هو الموت عندما سقطت الطائرة به قصة أخرى أيضا ذاكرة السمكة فتاة جبيلة لاهية وغافلة تمرح وهو يصفها بأنها ذاكرة السمكة يعني دلالة على أنها فطرية ليست لها يعني عقل يواجه الحياة طبعا هكذا فتاة تستغل لا بد أنها تستغل هناك شخص أراد أن ينال منها هذا الشخص في نهاية المطاف خير نفسه بين ملح جاج وبين عذب فراد يعني رسالة هذه القصة تعمل على الثنائيات هناك ثنائيات كثيرة فيها ثنائيات ضمنية مثلا ذاكرة انعلام الذاكرة ملح أجاج عذب فراد إنسان وطن مجرم مغتصب هذا الشاب الذي كان يتحول إلى كابح إلى كابح للجسد شهوة يتحول إلى متعفف هكذا اشتغلت القصة على هذه الثنائيات الضمنية كانت ثنائياته متكاملة يعني الثنائية نحن لا نعرف ثنائية هذا الشاب المتكامل الذي كبح غريزته إلا من خلال أنه كان مجرما مغتصبا هكذا كان بباله هكذا تعمل القصة هذه القصة الأخرى محاولة للنسيان تعمل هذه القصة على المفارقة المفارقة يعني هذا يستعملونه الشعراء والسرديون أيضا هذه المفارقة الكبرى التي هي في هذه القصة بأنه يحب فتاة ويحاول الاتصال بها إلا أنها قد قطعت الاتصال ولا يتمكن من البوح بحبه لها اشترى لها خاتما ثمينا من جهده المتراكم ولكنه لا تقبل أن تأخذه ويتصل بها ولا ترد عليه ولهذا في محاولة منه للنسيان يسعى إلى إخفاء هذا الخاتم في مكان للطمر الصحي حتى لا يتمكن أحد وهو شخصيا لا يتمكن من إيجاده حتى ينسى ولكنه في هذا اليوم بالذات تتصل به حبيبته فيندم ندما كبيرا هكذا تعمل هذه القصة على هذه المفارقة ومن منا لم يمر به هكذا مفارقات مبكية مضحكة في آن واحد أنا لا أريد أن أطيل عن مسامعكم عندما ينتهي الوقت قل لي نعم أن ترسم بالصوت هذه أيضا قصة أن ترسم بالصوت هذه قصة شاب يتعلق بفتاة من خلال صوتها لأنها كانت من بلاد بعيدة يعني استعمل تقنية الاتصالات الحديث استطاع هنا أمير ناظم أن يكون معاصرا في قصته لأنه الاتصالات الحديث وهذه الثورة الكبيرة إلى الشعر أم إلى السرد يعني أين تجد نفسك بين الأدبين صراحة هو المشغل السردي هو المكان الذي يجد نفسه فيه صراحة لأنه لأن مساحته أكبر من مساحة الشعر أما الشعر فأكتبه لنفسي لذلك لم أعلن نفسي شعرا وأن كنت قد كتبت ربما مجموعة كافية لأن تطبع في القصة تحديدا أجد نفسي وأجد أنها بالإمكان أن تصل وتوصل رسالتي إلى المجتمع بشكل عام لأنها مفهومة أكثر من الشعر محسن شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدراسة تناول موضوعة الشخصية المجموعة القصصية للقص المبدع أستاذ أميرنا الله يخلي شخصية تعتبر عنصر بنائي وراكز في الحكي في السرديات بالرواية في القصة والكتابة القصصية هي ممارسة للحكي الذي يتحقق عبر الأفعال والأفعال تتجسد عبر وجود الشخصيات لا يمكن أن تصور قصة أو حكاية من دون شخصية يتحضر الشخصية يحضر الحدث يتماهى الزمان والمكان وهو حضران ضمن معطيات هذا الواقع ضمن معطيات هذا الحدث وجود الزمان والمكان افتراضيان وهناك عنصران آخران الشخصية والحدث ضروريان ومتماهيان في العنصر الحكاية حتى وإن كانت الشخصية كما يقول رولان بارت شخصية من ورق فهي لا بد أن يكون لها حضورا فاعلا في السرط لا يمكن أن يكون وجود الشخصية وجودا تجريدية لا بد أن يكون لها معطيات مادية من دم والأحق تعتبر الشخصية مكون رئيس وعلى مراكز لكل عمل سردي تؤدي أما دورا بنيويا أو وظيفيا يوازي باقي البنيات الأحداث والزمان والمكان عز الدين اسماعيل ناقت مميز بين الشخصية المكتملة والشخصية النامية الشخصية المكتملة ناظجة وموجودة في الخارج وهذه تستقنمها مرات الروايات التاريخية لا يستطيع أن يتلاعب بالشخصية لأنها لها وجودها الحاضر والفاعل في الحدث في الماضي والكاتب المؤرخ يكتب عما كان كما يميزون بين الكاتب وبين الرواي الرواء يكتب عما سيكون أو محتمل الوقوع الشخصية المكتملة دائما تكون غير متغيرة داخل معطيات السرط ووجودها وجود فاعل التغييرات تحصل في علاقة هذه الشخصية الراكزة مع الشخصيات الثانوية أما وهي الشخصية لا تحتاج إلى فواعل الثانوية بعكس الشخصية النامية التي تنمو مع تطور الحدث السردي وتتصاعد ونعرف عنها كل شيء مع تماهي المعطيات السردية أي أن كثير من القصاصين كانوا في السابق يعطيك كل شيء عن البطل عن الشخصية صفاتها أسماها عناوينها أسمر أخضر يعني حتى مرات ينطي صفة من صفاتها مثل أحدة بنوتردام ينطيك الأحدة بالصفة أنت تطلع على الشخصية عن مهمتها عن وظيفتها وهناك الشخصية النامية التي تم تكوينها نمو السرد وتماهي وتماهي الحكي وهذه الشخصية تظهر في كل موقف جديد بسلوك جديد وبتصرف جديد أي أنها تنمو وتتطور مع الأحداث وهكذا نلمس هذه الشخصية في كتابات للأستاذ أمير ناظم في قصة ثورة على النهر هذه الشخصية لم نعرف عن هذه كل شيء وأمير ناظم دائما لا يجعل هناك هناك فاصلة بين الشخصية والحدث عبر الوصف هناك قاس يكتب كثيرا عن الوصف يسرد الوصف هنا القاس دائما يدخن في الحدث دائما تقرأ قصص أمير ناظم يزجك في الحدث يظهر لك الشخصية لكن هذه الشخصية لا تعرف عن هذه كثيرة لأنه لا يعطي تفاصيل كثيرة عن هذه الشخصية حتى بعض القصص ليس فيها أسماء أو عناويل للأبطال هناك مثل حليم يدل على الحلوم سنان يدل على أنه سنان الرمح هناك تطاع بين وبين الأصحاب في قصة الأسئلة المتكررة لماذا القص لا يكشف لنا التفاصيل هناك قضية أنه كما ذكرت لا يمنح تفاصيل أو معرفة أو منح بطاقة هوية للشخصية لأنه يريد أن يترك مساحة ومجال للقارئ أن يتماهى ويكشف هذه المعطيات والمطبات عن جوانب الشخصية وهناك أمر آخر يلجأ بعض القصاصون إلى زجق تقنية الأنا قد تمثل قناع للكاتب الأنا كشخصية أو كسارة فوقي أو كسارة متخفي داخل السر يسمونه الشخص الثالث أو كسارة فضولي يعرف عن كل شيء عن الأحداث عن معطيات القصة ولكنه غير مشارك غير مشارك يعني يعتبر يسموه السارة الفضولي الأستاذ استخدم هذه الميزات الثلاث أو المعطيات الثلاث الأنا باعتبارها شخصية كيان فاعل من الفواعل ضمير الأنا يساوي شخصية يساوي اسم كما يقول رولاند بارد أنه بعض الضمائر في السرديات تقابل لها هوية لها حضور فاعل ويصبح لها اسم داخل ويصبح لها مساحة ميتة سردية ومساحة سير ذاتية مرات يعني تسرت واقحها تسرت أحداثها وهذا ما لمسنا في بعض القصص سأذكرها بعد حين غياب الشخصية هناك بعض القصص مثل قصة قليلا تحت سطح الأرض الشخصية متماهية مع القطن مع الكفن في عالم الشخص يستبطن فعل الممات تحت الأرض يعطيه عيدان السعف يعطيه تربة أو سبحة من تراب هذه الرمزيات والطقوسيات المستعملة عندنا في حالة الدفن الموتى الشخصية غائبة متماهية هذه شخصية يعني يكون حضورها متماهي وغائب يقول فلاديمير بروب لماذا هذه الشخصية يعني يتمهى مع الحكاية الروسية أنه بعض الأشياء بعض المعطيات يجعلها فواعل في السرط حتى بعض الحيوانات يعطيها شخصية بعض الجمادات يعطيها شخصية يقول هذه الفواعل السردية تتحول إلى شخصيات في السرط تصبح لها حضور يعني عندنا مثل أنسنة الحيوان حتى يتناولها في القصة العجائبية الأخ هنا مئر ناظم استنتقلنا لحيط استنتقلنا الكافين استنتقلنا مرموزات السبحة هذه وإن كان لها بعد مثل لها حضور يفسر الحالة النفسية لما يريد أن يوصل للقص أو قد يستخدم كما ذكرت السرد الفوق شخصية رئيسية دون أن يشير إلى ذلك ولا يشارك في الحدث كما ذكرت هذه القصة أو يشارك في الحدث الأسئلة المتكررة شخصيات سنان دائما القاص يحمل هذه الشخصيات فلسفة معينة كأن فلسفة وجودية وهذه دائما كل القصص تحمل إدانة للواقع إدانة مبطنة ذاكرة السمكة ثورة على النهار الأسئلة المتكررة دائما هناك أحباطات البطل يتبناه القاص أمير نظم كقناع إليه مثل ما يقول بعض المنظرين والنقاط يقولون أن الشخصيات التي نستخدمها في القصة لا يمكن أن تنفصل الكاتب لا ينفصل عنها لأنها ولا تكون من خلق من عدم وإنما لها وجودها الخارج يتأثر فيها فاستقطبها هذا القاص وجسته وكانت كقناع وأدوات لتفسير والتماهي ومع الفكرة ولبث الفلسفة التي يريد يبثها ويوصلها القاص ميشيل بوتور القاص بين شخصياته شائم أبا أبطاله قناع أو أقنع يروي من خلالهم قصة ما يوافقه وكذلك يوافقه مورياك يقول الشخصيات ليست مخلوقة من عدم ليست هناك قضية خلق من عدم بعض القصص قد يعني فيها نوع من ما يطنب بها كثيرا يعني دائما هو يتملص من فكرة الأطناب دائما يلجأ أنه التجريد أو اللغة المتعالية يجسد بعض القصص بلغة شعرية طافحة يخفي بعض الأسباب وتداعيات اللاوعي عن القارئ حتى القارئ يكشف من خلال السرد كما ذكرت أنه يتبنى فلسفة معينة في هذه القصص التي يريد يوصل من خلالها إدانة للواقع وانتصار للفرد وانتصار للبطل القاص أمير يمنح شخصياته مجال أوسع للحركة للتعبير لكنها مقيدة بفلسفة معينة مقيدة برؤية دائما يكون هي قناع بفكرة ما يريد يوصل القاص استخدم مستويات متعددة للأنا أدخل الأنا وهذه الأنا كما ذكرت أما تكون فاعلا بين الفواعل أو يصبح سارت شخصية شاهدة على الأحداث وتفاعلاتها أو يتحول السارت الشخصية إلى فضولي يتجارز دوره كأحد الفواعل ويقترب من دور السارت المتخفي الذي يحكي عن الغائب عندنا قصة كذلك قصة اقتربة منها عندها نزعة أسطورية شيطان أو ملاك وصراع بين الشياطين والملائم يعني يحقق نوع من الرمزية شخصية فاتن الطالبة التي راودها الأستاذ الجامعي وهي دائما هناك موازن أو صراع بين يعني عنوان القصة الخسارات بعض الخسارات مفيدة أو من هذا قصة الخسارات المفيدة خسارات الصراع النفسي بين الطالبة وبين مستقبلها وبين شرفها ضحت بشرفها من أجل يعني نوازع شخصية ومستقبلية القصص جميلة وتحمل أفكار رائعة أتمنى له مزيد من التألق شكرا 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 على هذه الورقة النقدية الجميلة والتفسيرات والتحليلات الراقية الورقة النقدية الآن الأستاذ مؤيد أعليوي وأستثمر هذا الوقت في سؤال للأخ أمير ناظم من أي ثقافة يستقي أمير ناظم ثقافته مخزونه اللغوي مخزونه الثقافي من أين تستقيها عادة طبعا طبعا بطبيعة الحال هي المرجعيات الثقافية تستقى من اثنين من وجهة نظري لا ثالثة لهما الأولى هي الحياة والثانية هي القراءة أو قد تأتي بالمرتبة الأولى هي القراءة لأن القراءة هي التي تجعلنا ننظر إلى الحياة وجهة نظر مختلفة الذي لا يقرأ ينظر إلى الحياة حياة عادية طبيعية ليس فيها عمق فالمرجعية الأولى هي القراءة وقراءاتي تقاد أحاول أن تكون يعني متنوعة ما بين الشعر وأسرد بشكل عام وقد تستغربون قلت أني كثيرا من الأحيان أستقي أو يكون الحافز والدافع الأول هو الشعر الشعبي لأني أشعر أكثر أنه يلامس المجتمع بشكل مباشر فأختصر كلامي هو من الحياة وتجاربي وتجاربي الآخرين وكما نعرف أن الحكيم من يتعظ من غيره الحكيم هو الذي يتعظ بغيره أحاول أن أتعظ من تجارب الآخرين سواء كان في السيرة الذاتية أو من الحياة وما يحدث في الكون الآن والأخرى هي من القراءة شكرا نانها بعشق ومهارة فكانت القصص تحتوي على أسئلة خلف لغتها منها المخفية بين تنائي الكلمات وخلف السطور ومنها المعلنة وعلى لسان مخلوقاته القصصية في تباين للواقع القصصي في تباين للواقع القصصي فتظهر هذه الأسئلة في هذه القصة أو تلك القصة خلف قناع الأسطورة أو الواقع أو الرمزية الواقع أقصد المدرسة الواقعية الواقع القصصي وهي تدور حول الذات الإنسانية والمجتمع اذ تنبلج قصص ملاحمة ذاكرة بقصة ثورة على النهر في تناولها الذات الإنسانية الصامتة التي تكتم أفكارها جسدتها شخصية حليم بما يشي قناع الإسم بالحلم والروية ومنها قلة الكلام تلك متناقضة قصصية بين كثرة كلام الناس حول صمت حليم المثقف الذي ثار على صمته والنهر الذي يصطاد منه السمك بغنائه أبيات شعرية فصحة لتكون دلالة على ثقافته وعمق تفكيره وفي نهاية القصة فتجعل القارئ يعيد القراءة من جديد ليرى أن صمت شخصية حليم المثقف يدل على التفكير والتفكر والتأمل في نسق مضمر من القصة ولتبين القصة أن التقاليد المجتمع الشرقي الكثير الكلام في قلة من الصمت والتفكير وقلة من العمل على ضد من المجتمع الغربي الذي أنشأ الفلسفة مثلا قديما فيحكم ذلك المجتمع القصصي على شخصية حليم بالجنون لنكتشف إشكالية وجود الإنسان في محيط ترك حتى مغروثه في صمت فاتجه كل فرد فيه بأنانية يرجم شخصية حليم بالجنون بسبب صمته أو حتى عند غنائه بمعنى في الحال حليم حليم هو متهم بالجنون لأنه لا يسير على نسق المجتمع وتفضل دكتور مصعب وضح شخصية حليم وحساسيتها في طريقة العيش وكيف يعيش الإنسان وما خلف الصطور التفكير المالي أو المادي للمجتمع لأنه لا يماشي المجتمع في أفعاله كما قدمت الورقة السابقة الدكتور مصعب أنه الإنسان يعني علي أن يعيد حساباته وأن يماشي المجتمع وأن ياخذ في وظيف تفلوس وأن لا يفكر بهذا التفكير الذي يسموه مثالي فشخصية حليم في مضمرها في نسقها المضمر هي شخصية نظيفة ونقية وعاقلة وكيسة لكنه النسق الاجتماع الذي موجود في القصة يريد حليم يصير مثله هذا يعني بمختصر المفيد أما الفن أما الفن في قصة ثورة على النهر فقد كانت وظيفة اللغة تعبر عن جمالية التعبير في اسلوب الراوي العليم منها لا يتكلم كثيرا عند ظفة النهر أو البحيرة يظن أن الأحاديث بعد رمي الطعم تجلب الديدان النتن وتسبب وتتسبب بكثرة الأفاعي بل يرى أن الحياة كلها كانت مخبأة في جوف المحار كاللآل يجب احترامها وتقديسها وعدم انفاقها بغباء انتهى الاقتباس من القصة لتكشف هذه السطور عمق تفكير شخصية حليم عبر لغة المتن التي تترك بصمتها وفي الآن ذاته تتحقق اللغة تحقق اللغة وظيفتها الجمالية باسلوب صوت المتكلم حين يدخل حليم حوارا مع نفسه أو ما يسمى بالمنالوج الداخلي أيضا اقتباس من القصة سطرين زوجتي تمقتني بسبب حبي للهواء تغار من النسيم وتصرخ حين تجدني أتأمل ضوء النافذة من بابنا الخشبي تقول اني مجنون وحين أتصالح معها تطلق نسانها على سجيته تهى الاقتباس في هذه الأجواء شبه الأسطورية التي يعيشها حليم كأنها محنة الإله البابلي الذي يعيش في برجه العالي ويريد أن يكون مثل البشر في لذتهم بالحياة والتي تشكل في مضمونها أسئلة كثيرة حول تقاليد وأحكام المجتمع المسبقة إذا كان فردا يصدر حكمه نتيجة تجربته الشخصية التي لا تتمهى مع حقيقة حليم البيضاء والنقية فيكون مجنون بنظرهم فإذا كان صامتا مجنون وإذا تكلم هو مجنون وإذا غنى أبياتا من الشعري عند النهر أيضا يكون مجنون إنها إشكالية الحرية الشخصية والاختيار التي ملأت الفضاء المكاني والزماني للمتن القصصي وفي هذه المنطقة أقصد منطقة الحرية الشخصية والاختيار والصراع مع التقاليد والصراع مع التقاليد كانت هناك قصة تتماهى منها في ذات الأسئلة قصة وحان الوقت من مجموعة ملاحم الذاكرة السؤال هنا في هذه القصة وماذا يفعل أمثال حليم في الواقع الذي نعيش ليس الواقع القصصي يعني بالشعب بين قوسين أو هلالين شون يعيش القصة تحمل هذا السؤال أنه مثل هذه الناس مثل هذه الناس في الواقع القصصي مثل شخصية حليم ناس نقية ملتزمة عدها أخلاق عدها روية عدها عقل والمجتمع المحيط به يدفعه باتجاهات مختلفة أن يكون مثله السؤال هو كيف ممكن أن تعيش هذه الناس في أوساط مجتمعية سواء في العراق أو خارج العراق هو اليوم العالم كله صار قرية صغيرة يعني فهو سؤال إنساني سؤال عن وجود الإنسان بقيمه بمبادئه بدينه بالتزاماته قصة أخرى اسمها الأسئلة المتكررة التي يأخذ فيها الفضاء المكاني المقهى وجلسة الأصدقاء في المقهى إلى الأسئلة الوجودية المباشرة المنبثقة من الذات الإنسانية في صراع الشباب مع واقعهم اليوم في الواقع القصصي نأخذ اقتباسا لا تخبئوا حقدكم وغضبكم ومقتكم للواقع إن الواقع أنا أقول الحقيقة نحن لا نعرف هويتنا ولا ذواتنا لم نجب ولو مرة واحدة عن السؤال الملح في نفوسنا كلنا كلنا السؤال الذي لا مناص من انبثاقه بتجدد وعفوية من أنا اشربوا أراقي لكم وانفق الدخان في وجهي أو في وجوه بعضكم لنختنق بأمان انتهى الاقتباس يكشف النص القصصي عمق إشكالية الواقع الشبابي كنتيجة للبطالة والضغوط الاقتصادية التي يواجه جهونها في ظل نظام العالم الاقتصادية الذي يحاول مسح الهويات والثقافات الوطنية طبعا الهويات والثقافات الوطنية كلمة واسعة تشمل حتى الدين والثقافات الفرعية وغيرها وغيرها وإنما الذي يفرضه النظام العالم الاقتصادي الجديد بجعل العالم قرية صغيرة هي ثقافة الاستهلاك لا يريد أكثر من هذا كل ثقافة يفرضها هو يريد ثقافة الاستهلاك دول صناعية تنتج وتصدر إلى دول مثل دول منطقتنا ويريدها أن تكون دول الاستهلاك فأي ثقافة تشمل مفهوم الاستهلاك هي موجهة لهذه المنطقة نكتشف في النص القصصي عمق إشكالية الواقع الشبابي كنتيجة للبطالة والضغوط الاقتصادية التي يواجهونها في ظل نظام العالم الاقتصادي الذي يحاول مسع الثقافات والهويات الوطنية تلك العلاقات الاقتصادية التي يكشفها المتن السردي للمخلوقات القصصية بلغة أن أدت وظيفتها الجمالية في الفضاء المكاني وهو الشغل يحيز السرد أكثر من الفضاء الزماني بمعنى أنه المكان المقهى وحوار الشخصيات والأسئلة المباشرة على لسان الشخصيات أخذت مساحة واسعة من السرد أكثر مما كان الفضاء الزماني له دور وهذا يناسب حتى فحوى بناء القصة بجدية أنه الإنسان عندما يجلس في المقهى بالواقع ينسى الوقت لأنه جاي قضي وقت فلا وجود أو يكون الفضاء الزماني نسبي قليل غير واضح بينما الفضاء المكاني يملأ القصة من خلال السرد والمتن ومن خلال الأسئلة المباشرة على شخصية وهذه الشخصية ليس لها اسم الشخصية التي تطرح تطرح هذه الأسئلة ليس لها اسم وهذا يدل على شيوع شيوع مثل هذه الشخصية بمعنى هذه الأسئلة في واقعنا اليوم متكررة كثيرا إذا كانت في مقاهي الشباب أو في جلسات الشباب الله يطيهم العافية أو على الفيسبوك لكن الأجواء القصة جعلت الموضوع في مقهى المخلوقات تلك العلاقات الأقصادية التي يكشفها المتن السردي للمخلوقات القصصية بلغة أدت وظيفتها الجمالية في الفضاء المكاني وهو شغل وهو شغل حيز السرد أكثر من الفضاء الزماني الذي كان مخبعا في نفوس جلاس المقهى بين أسلوب الراوي العليم وصوت المتكلم من مثل الاقتباس سأسكت يا أصدقائي وأفسح لكم المجال كي تسعلوا ببوحكم نيكوتين ردي أو اضحكوا اضحكوا على ذقونكم بروايات ونكات غبية مثل حياتكم اهمل السؤال المهم أين سنذهب وماذا يجب أن نفعل ينتهي الاقتباس هنا السخرية لا دعا في توظيف الفعل اهملوا وإنما هو لا يريد الإهمال الشخصية القصصية والمؤلف لا يريد الإهمال وإنما طرح هذه الأسئلة لكنها وظف الفعل اهملوا بسخرية لعل القارئ يتحرك ذهنه ويتصل مع الواقع من خلال هذه القصة هذه تحدثنا بها إنه الشخصية التي تطرح هذه الأسئلة لا إسمى لها فيما يكون غيرها ولتشكل هذه القصة فينا نقدا لظاهرة واقعية في حياة الشباب أكثر من غيرها ومثلها قصة أفيون الحياة التي تتناول الفضاء المكاني المقهى أيضا وتنداح تلك السخرية أيضا السلوب السخرية إلى عنوين بعض القصص مثل قصة الخسارات مفيدة أحيانا هنا المؤلف في القصة أمير ناظم يعني نوع من السخرية وإلا الورق النقدية التي قدمها سادار حبيب كشف عن قصة خسارات مفيدة أحيانا إنها خسرت فكيف تكون مفيدة الطالبة فاتن خسرت فكيف تكون مفيدة وإنما العنوان فيه سخرية فيه سخرية يعني باتجاه النقد باتجاه الشيء الصحيح الذي يفترض أن يكون أنها لا تعطي نفسها وأن أستاذها الأكاديمي لا يطلب منها هذا فهو نقد للواقع أما أجواء الأسطورة فكانت في قصة اقترب منها أو اقترب منها لا أعلم الحركة مبالي يعني إذ كان بناءها السردي منتشيا بالأسطورة والخيال في صراع بين الفضيلة التي جسدها الملاك السماوي بأجنحته وبين الرذيلة التي جسدتها شيطانا اتخذت شكل عجوز نصبت فخا له بأنها عادت شبابا أمام عينيه وفي هذه النقطة وهذا الموضوع قد وظف القاص أمير نظم أسطورة عودة شباب زليخة مع يوسف النبي عليه السلام كما في التوراة التلمودية طبعا هي فقط في هذه النسخة من التوراة يعلم جميع أن هناك أكثر من توراة مكتوبة لكن فقط عودة شباب زليخة هي في التوراة التلمودية فقط موجودة وربما في بعض كتب التفاسير عند المسلمين للكتاب المنزل لتغري تلك الشيطانة الملاك فتركب ظهره ويطير بها إلى الأعالي إلى حيث تريد هي حتى يحترق جناحيه فتنتصر هي طبعا هذه الطيران إلى الأعالي حيث تريد هي بمعنى وتحترق جناحيه بمعنى أنه لم يعد ملاكا يعني انتهت خضع للنزوة وخضع للشهوة وصار طبعا يديها هذه رمزية لصراع الخير والشر وفي أجواء قريبة من الرمزية أيضا كانت قليلا قصة قليلا تحت سطح الأرض السؤال في هذه القصة قصة اقترب منها أو اقترب منها الرمزية هي الشباب غير المتزوج أو الرجل غير المتزوج باعتبار الشباب أكثر فاعلية يعني ويحتاج فهو يكون في عملية تحصين لنفسه يكون قريب من الملاك يبتعد عن الرذائل لكن عندما تفلت زمام نفسه منه وتجمح باتجاه مثل هذا الملاك الذي صعد إلى الأعالي بهذه العجوز التي تراءت له شبابا وتحت المواضيع هو يطرق قصة أسئلة هو ما هو الحل في قضية الشباب غير المتزوج بالذات السؤال هنا الكثيرة هي الأسئلة في القصص مخبأة في نسق مضمر وعادة يكون في نسق ظاهر كما على لسان الشخصيات في القصص الفائتة دكتور كاظم قال انتهى الوقت النبق سطرين يعني هناك قصص واقعية تناولت قضية العراق الوطن والناس ومشاكلهم مثلا ما لم تلتقطه الكاميرا قصة وقصة في الحجر أو في الحجر غير محركة عندي هذه حركات وقصة هناك دائما طريقة أخرى وشكرا جزيلا لحسن استماعكم العفو شكرا الأستاذ مؤيد على هذا النبش في ملاحم الذاكرة لأمير ناظم أمير ناظم عرفته شابا مهذبا وسيم العبارة أتلمس فيه مستقبلا زاهرا مستقبلا إبداعيا زاهرا إن شاء الله لا بد أن لديكم بعض التساؤلات أو انفتحت لديكم بعض الأفكار حول ملاحم الذاكرة أو حول شخصية الأخ أمير ناظم نفتح مجال المداخلات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم ورحمة الله إن شاء الله أعزائي أولا هي من قصص 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 وقصة بقصص قصص وقصص ثانيا أنا أسأل الأخ ولو تجيهم تأخرا أسأل أكثر مفرض بين القصص الصغيرة بل صغيرة جدا شين صغيرة جدا شين صغيرة جدا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أسأل أستاذ أمير حتى أستطيع أن نتواصل مع الوصف الذي قدمه في الورقات الثلاث هل ما عنوان مجموعة هل اهتمت على الذاكرة القصيرة أم الذاكرة الطويلة بعدها 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 لو كنت تعتمد على الذاكرة القصيرة تبهي لأسأل أمير لو كنت تعتمد على الذاكرة القصيرة لا شك في أن البناء السردي يختلف ليس كما تفضل به الأخو وإذا كنت تعتمد على الذاكرة الطويلة فذلك فذاك له لأن في الذاكرة القصيرة نحن لا نريد الآن أن نستمع إلى شرح للقصص يمكن لأي متتبع يقرأ القصة ثم بعد ذلك يحللها تفسيرا لكنني وددت أن استنبط من الورقات الثلاث البناء التقني لما كتبه الأخ أمير ولذلك أصبح طبابي أمامي لم أستطع أن أضعك في أي منح أنت تكتب هل كان السرد عندك يعتمد على الزخرفة اللفظية أم يعتمد على سرعة السرد التي تختلف تقنيا تختلف في القصة القصيرة عن القصة الطويلة ثم أن هذه الذاكرة التي انتهيت إليها أنت هل كانت ذاكرة تموجات في أثناء السرد القصصي أم هي ذاكرة تمتد إلى راوي ويسرد ويتذكر وهناك أشياء أخرى شكرا جزيلا لكم السلام عليكم نشكر الدكتور مصعد مدير نادي السرد ونشكر الدكتور قادم عنوز مدير الأمسية الأدبية ونشكر أستاذنا مدير اتحاد الدباء النجف أثناء الورقات النقلية التي قدموها الأساتذة أرى شرح لبعض القصص فقط شرح يعني أنا ما أوجه نقد النقاط لم يضعوا مثلا الأشياء الإيجابية يوضحونها وخصوصا أستاذ ظاهر أستاذ ظاهر وضع بعض النقاط بس ما بين هل هي نقاط إيجابية أو إذا سلبية شنو معالجته فضلك الحكم عن مصر كذلك الأستاذ أمير مشترك مسابقات عربية وعراقية وحاصل على جوائز يعني هاي من جماليات القصص يعني القصص لو ما تكون بمستوى عربي لم تفز بجوائز هكذا نقطة أخيرة النهايات المفتوحة دائما كتاب القصة القصيرة أو القصة القصيرة يكتب بالأخير يسوي مفاجئة كأنما دهشة وأقول لا يخلي مثلا نهاية مفتوحة نهاية مفتوحة تبقى المتلق فأريد أشوف رأيك بالنهايات المفتوحة وهل ممكن ننتظر رواية نعم ممكن أن ننتظر عمل جديد رواية يعني شيء عمل جديد من عندك شكرا لك شكرا دكتور شارك السلام عليك إشارة للأستاذ ناقد ظاهر حبيب في إشارة أن هناك شخصية نامية وهناك شخصية ناضجة حجد شايكوف أو شيكوف قال هناك آلاف القصص موجودة في الشوائع تنتظر من التقطها ولكن حجد للقصة شروط منها بداية منها ووسط ونهاية هناك طبعا هناك صراع وذروة ووصولها للحل ما ذن بالقارئ في شخصية نامية طبعا التي موجودة في القصة ما ذن بالقارئ أن يتحمل أن يتحمل نموذ شخصية جزء جزء يعني بهالحال هنا رح يصبح إيقاع بطيء أين متعة القارئ في هنا يعني شون أخذ القارئ في اسلوب مشوق أوصل إلى نهاية القصة يعني يعني ما أقدر أرزم القارئ أنا في إيقاع بطيء وأنتظر الشخصية تنمو جزء شكرا جزيلا في التوضيح شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لاتحادنا الحبيب شكرا من هذه القصة النصف شاعر يقيم قاص مبدأ وجميل الأمير ناظم أخذ واستنبط من القصص العالمية الشيء الكثير وهو قارئ نهم أخذ من ديستوفيسكي أخذ من الشيخ والبحر كذلك أخذ حتى من جبران خليل جبران ككتابه الموسيقى أنا أحييه كثيرا على هذه الروح له أو عنده عنده العفو عنده الميثولوجيا الإنسانية عالية جدا داخل القصة والتحول النصفي عنده راح وكبير يعني يأخذك إلى القصة ثم يعيدك إليها وهو شاعر أنا أريد من الأخ الأستاذ أمير سؤالي بالتحديد أن يظهر أشعاره وقصائده يعني الجديدة هو يكتب شعر أيها يكتب شعر شكرا عيني السلام عليكم والسلام ورحمة الله أزل أراد أن يرى الأدباء منذ سبوخ يلح علي جدي أريد أن أرى الأدباء ها هم الأدباء ليراهم أزل ونحن نرحب سأعد عليكم أسماء دانتي في الكوميديا الإلهية بوكاشيو في الديكاميرون هذه فترة ماركيز وسحريته عندما تناول واقع ومجتمعات أمريكا اللاتينية الغراب لإذقار ألنبو الذي حاول يعني بعد الاندهاش أخذ أو ربما عمل مدرسة أخرى بولتير بأزاهير الشر سأنتقل من هذه الأسماء إلى المعطف الذي ربما أنا تأثرت فيه هذه المقولة التي تقول تخرجنا من معطف جوجل السرد في البيئة العراقية التي مرت بمتغيرات دراماتيكية كبيرة جدا الحرب العراقية الإيرانية حرب الخليج الثانية المتغيرة الذي حدث بعد 2003 هذا من المفترض أن يجعلنا نخرج من معاطف الأسماء التي ذكرتها فعندما نكتب علينا أن نكون أقرب إلى السونار إلى الأجهزة الحديثة الطبية كيف تخترق جسد المريض علينا أن نخترق الجسد العراقي السرد اللم يكن السارد أنا أرى السارد اللم يكن له باع طويل في مجال علوم السيسيولوجيا وعلوم الأنثروبولوجيا كذلك العلوم اللي مرتبطة بها حتى يظهر لنا السرد يختلف عن الشعر ويختلف عن التشكيل كليا أن المسكوت عن نراه في السرد لا مسكوت عنه في مجال السرد وإلا أننا لا نضيف شيئا كل ما هناك أنه جماليات أدبية فنية تكتب على الورق أنا لم أقرأ النصوص ولكن أتمنى في هذه المجموعة أو غيرها من المجاميع أن نقرأ ما يعيشه المجتمع السارد عبارة عن أحدث الأجهزة الطبية السارد عبارة عن أحدث الجراحين وأمر الجراحين لنرى ماذا حالج بما موجود في المجتمع وشكرا عودا على بدء المداخلات دكتور صباح ذكر الأوراق النقدية وعلاقتها بمدى آلية وتقنية كتابة القصة القصيرة عند القاس أمير ناظم إذا كانت مبنية على ذاكرة قصيرة ومبنية على ذاكرة طويلة دكتور تستاذنا يعني والجميع يعرف الناقد يتعامل مع نص مكتوب خلاص أما التقنية وآلية كتابة القصة وطريقة كتابتها عند المؤلف فهاي تعود إليه لا علاقة لها بالأوراق النقدية الجميع يعلم الناقد يتعامل مع كتاب ومؤلف اسمه مجموعة قصص قصيرة ويكتب عنه وشكرا جزيلا طبعا الناقد عليه أن يضع رأيه ويوازن بين الإبداع وغير الإبداع لا يكون نثرا أو إن شاء أترك الوقت الآن للأخ أمير للإجابة على السؤالات التي ألقاها المتداخلون بسم الله الرحمن الرحيم سأحاول أن أمر سريعا على هذه الاسئلة بالنسبة لشيخنا القريشي الذي رمى بالسؤال وذهب إلى آراه الآن بالنسبة ل ناحية البنائية للقصة والفرق بين القصة القصيرة جدا والقصة القصيرة والقصة والرواية صراحة أنا لا أشغل بالي بهذه القياسات لأن حينما بحثت وأتحدى كل من يبحث عن معيار نقدي واضح للتفريق ما بين هذه وتلك لن يجد منهم من يذهب إلى الوقت منهم من يذهب إلى الصفحة منهم من يذهب إلى عدد الكلمات منهم من يذهب وكثيرة هي الآراء لكن ما يهمني هي هل تؤثر في المتلقي أو لا بالنتيجة رواية كانت أم قصة قصيرة جدا أم قصة أم شعرا أم مقالة أي فن من فنون الأدب هل تؤثر أم لا هل لغتها سليمة أم لا هذا ما يهمني من بالتفريق بالنسبة لدكتور صباح عنوز أستاذنا الحبيب قلت قلت أني لا أستطيع أن أضعك بأي منح وتتشير إلى التقنيات السردية بمعنى هل رب أرى يعني أستشف بأن سؤالك هل التقنيات السردية مكتملة عند القاص أو لا ربما هذا كنت تقصد ها أو لا وهذا يتضح بقراءتك لمجموعة سأصل للذاكرة لكن أتحدث عن هذا الموضوع هل مكتملة أو لا أستشف هذا وهذا لا يمكنني إن قلت إنها قد اكتملت فأتحدث عن نفسي ومن مدح نفسه ذمها المجموعة هذه آخر نسخة هي بقد سأهديك إياها حتى تطلع وهذه مشكلتنا دكتور إن سمح لأساتذتي يعني اليوم نحن لا نقرأ لمن هم وأستميحكم عذرا لمن هم أصغر منا سنا ربما يعني لا أريد أن أكثر الكلام في هذا قد يسبب مشاكل لكن يجب أن نقرأ اليوم ما نحكم عليه الآن هو النص كبيرا في السين أو صغيرا أو مشهورا أو غير مشهور النص هو الذي يحكم ويجعلنا نحكم على هذا الشخص هل هو أديف فعلا أو لا بالنسبة للذاكرة حتى لا أو طيل سنصل للذاكرة هذا فهمي ربما أو فهمي قاصر نعم سنصل للذاكرة بالنسبة للذاكرة دكتور الذاكرة القصيرة جدا والذاكرة المتوسطة والذاكرة بعيدة الأمد كلامك منطقي أنا لا أعني هذا بالتفصيل الدقيق أنا أنا انبثق تنبثق النصوص كلها من سؤال هل نتخيل حياتا من دون ذاكرة الآن حياتنا لو تعطلت الذاكرة نوجه نظر إلى وجود للحياة من دون ذاكرة بكل تفاصيل هو بكل طبي ونفسيا وعلميا وفلسفيا الذاكرة بعمومياتها لأن الإنسان عبارة عن ذاكرة هذا وجهة نظري أقصد الذاكرة على وجه العموم اليوم الذاكرة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة ليس بإمكاننا أن نصل إلى حكم على الذاكرة لكن الإنسان هو ذاكرته وكيف يمكن أن نتخيل إنسان من دون ذاكرة هذا ما أقصده وكل ما يدور في الحياة هو يدور في الذاكرة الجنون في الذاكرة والعبقرية هي في الذاكرة أتمنى أن أكون قد أجبت على أسؤالك أنت أستاذنا وأنت تحكم بهذا سأهديك ياهو وأنت الذي تحكم بالنسبة لأستاذ كريم فارس شكرا لمداخلتك وذكرت الحكم على النص هذا يعود للنقاط ورأيي بالنهايات المفتوحة يعني هذا هو سياق النص هو الذي يحيلني إذا أريدت أن أجعلها أجعل النص مفتوحا أو لا بعض الأحيان توصل ما تريد أن توصله من الفكرة فلا داعي وبعض وحتى النهايات المحكمة هي ليست محكمة يعني حينما نقول تصل مات البطل ألف سؤال وسؤال لماذا مات البطل وهل فعلا هو مات البطل هذا القصد أستاذ عبد الرزاق الدجيل شكرا لك وشكرا لمداخلتك وأستاذ إبراهيم أيضا أشكره على مداخلته وأستاذ نجم أيضا أشكره على مداخلته وأستاذ إبراهيم في الختام قال شيئا هو يتمنى أن يقرأ ما موجود في المجتمع وأنا أدعي أني تناولت الأشياء وهذه كتبت قبل المظاهرات يعني من يقرأها ويتخيل الوضع قبل أن تقوم المظاهرات سيجد الكثير من الأسئلة الموجودة منها الشباب يعني بعض الأدباء يقول أنت المجتمع والواقعية ما تنفعنا بشيء لكن الهم الموجود في هذه النصوص وأنا ربما عمري مساوي وأنا شاب هذه الهموم تحولت إلى ما صار إليه العراق وهذه نقطة فاصلة في تاريخ العراق هل بإمكان أن نقول أن هذه الأسئلة العادية الأسئلة اليومية هي أسئلة هامشية على الأدب هل هذه الأسئلة هي العنصر الإنسان الذي يجب أن نهتم فيه هذا ما وددت أن أوضحه في الختام أشكر أستاذ مويد على توضيحه وقبل أن تختم لابد أن أشكر تحاد الأدباء والكتاب على هذه الجلسة سأخص منهم الأستاذ محمود جاسب الرائع عفوا محمود قثمان وأذكر نادي القصة وعفوا أشكر وأشكر الدكتور مصعب مكزي بيبة وأشكر أستاذي الدكتور كاظم عنوز والنقاد الذين شرفوني بما أدلوا به شكرا لكم وبالتأكيد شكرا للحضور أساتذة الأجلاء الذين جاءوا إلى هنا شكرا لحضوركم الجميل ونلتقي في أمسيات الأخرى الآن شهادة الشكر يقدمها الأستاذ أستاذي الدكتور رحيم الساعدي قليل تفضل شكرا لكم